مساء الخير حبايبي كيفكن اليوم؟ الله يسعد لي مساكن أخبار هولندا أصدقائي الحكومة قدمت رسميا برنامج عملها في السنوات القادمة أرسل مجلس الوزراء الهولندي مبارح يوم الجمعة برنامج الحكومة إلى مجلس النواب وآلنت الحكومة عن الإجراءات اللي ممكن تصير مثل التشدد في إجراءات اللجوء لكي تصبح أكتر صرامة وتخفيضات كبيرة في التعلم بالنسبة للجوء أصدقائي ستعلن وزيرة اللجوء ورئيس الوزراء عن أزمة اللجوء في أقرب وقت ممكن ومن الممكن وفورا اتخاذ المزيد من التدبيل للحد من تضفق طالبي اللجوء ولكن مو بضرورة أصدقائي أنه يتوافق على هذا الموضوع أو هذا الاختراح لأنه مجلس النواب ومجلس الشيوخ عفوا لازم يوافقوا على هذا الشيء والنسبة لللم الشامل أصدقائي للبالغين سيكون مقيد حسب ما ذكرت الحكومة وسيكون هناك أيضا خيار لرفض طالب اللجوء يلي ما بيلتزمه بحضور جلسة الاستماع أو الموعد تمام أصدقائي هلأ مع الوقت الذي سيتم إعلان أزمة اللجوء ستقوم الحكومة بسحب قانون التوزيع وسيتم تجميد القرار مشان طلبات اللجوء وتقليص الاستقبال مع ترحيل الأشخاص اللي ما بيحقل لهم ياخدوا لجوء بهولندا ورقابة على الحدود الهولندية مثل ما تساوي ألمانيا أصدقائي وآخر شيء وإيقاف اللجوء حتى يتم السيطرة على الوضع أصدقائي وكمان في حكوا عن التعليم عن الصحة عن القدرة الشرائية عن الاقتصاد ولكن أصدقائي ما رح حكيهم كلهم أهم شيء حكيت عن اللجوء وذول المواضيع الثانية تعليموا الصحة وهاية فيكن تروحوا على أخبار هولندو 24 كل تحية لأستاذ وائل نجيب هو يلي منزج كل تفاصيل الشكل لإله ومتمنى الكل يروح يتابعوا على الفيسبوك أخبار هولندو 24 وهي هي يا أصدقائي بدنا نشوف شو رح يصير بالأيام القادمة هلا فيه شيء هو مرفوض نرفض مباشرتها لأنه هون الحكومة بحاجة لمصاري في عندهم التزامات كتير كبيرة لازم يدفعوها فهذا الشيء يعني كانوا هني باجتماع فاقترحوا على وزيرة اللجوء فابر بأنه ليش ما ندعم الناس بمتل ما عملت السويد بمبلغ خمسين ألف يورو مقابل أنه يتنازلوا عن الجنسية الهولندية تمام؟ ولكن نرفض ضغرية يعني ما في شيء لسه من هذا الحكي أصدقائي أنتو شو رأيكم؟ أنتو بتتنازلوا عن الجنسية الهولندية بمبلغ خمسين ألف يورو؟ ياريت الكل يكتب بالتعليقات لنشوف رأيكم تحياتي لألكم أصدقائي لهم قص الفيديو حسكر ثلاث اسماء كل عادة مصطفى شرف الدين نادية حسيان وعلي حفتارو كل تحية لألك المتابعين زماناك متابعيني على اليوتيوب متاهلا وسهلا بتنوروه في قناتي أصدقائي باسم باسلستار وتصبحون على الخير